صدمة المؤشرات تحاصر الرئيس الأمريكي جو بايدن وخطته للسياسة الاقتصادية تواجه رفض الناخبين قبل الانتخابات المقبلة في الولايات الأشد التنافسا حسب تقرير حسري لصحيفة تليغراف البريطانية وفق شركات إحصاء أمريكية على الرغم من النمو المستمر للاقتصاد الأمريكي وانخفاض التضخم فإن حزمة الاقتصاد الحيوية التي طرحها بايدن لم تحظى بدعم واسع ما جعله يتخلف عن منافسه ترامب في الاقتصاد في أريزونا وجورجيا ومنشيغين وبنسلفينيا ونورث كارولاينا وفلوريدا في تلك الولايات الست يقول الناخبون أن تكلفة المعيشة ستكون مهمة للغاية في تحديد تصويتهم في نوفمبر 2024 في حين قال أكثر من 40% من 6184 شخصا شملهم الاستطلاع أن الاقتصاد هو القضية الأكثر أهمية في الانتخابات يتخلف بايدن عن منافسه الجمهوري الرئيسي دونالد ترامب فيما يتعلق بالاقتصاد في جميع الولايات الست بما لا يقل عن 15 نقطة وكان أقرب هامش الله في أريزونا حيث أيده 33% فيما يتعلق بالاقتصاد مقارنة بـ 48% فضلوا ترامب بينما قالت أكبر شريحة من الناخبين في جميع الولايات إنهم متشائمون أو متشائمون بشدة بشأن مسار أمريكا بينما أعرب 44% على الأقل عن عدم موافقتهم على إدارة بايدن بشكل عام الأرقام هذه قد تعكس ما يشعر به الناخبون تجاه الاقتصاد ومعظمهم بحسب تليغراف يلمون بايدن بشكل كبير على ارتفاع التضخم في البلاد ترجمة نانسي قنقر